مشاهدينا مساء الخير نحييكم في حلقة جديدة بالتأكيد الأنظار تتجه كلها إلى الساعات القليلة القادمة لما حنبدأ أهم انتخابات في حياة المصريين أعتقد أنها بمثابة الفرصة الأخيرة لإقامة الدولة يعني وانت بتقعد كده عشان تفكر فيما سيحدث يقول أنه إحنا دخلين على إيه إحنا إما نبقى دخلين على دولة وهذه هي الفرصة الأخيرة لإقامة الدولة إذا لم نقم الدولة في هذه الانتخابات ولا عشر سنين ولا خمستاشر سنة قادمة وده هو ما يخطط له البعض ألا ننجح في إقامة هذه الدولة أعتقد أنه بعد الانتخابات الرئاسية وبعد أن يتم الإعلان عن الرئيس المنتخب نكون قد نجحنا فيما يمكن أن نسميه تسعين في المية من الخطوة نحو إقامة الدولة وبالتالي نزول الناس بشكل كبير وبشكل مكثف وبحشود ضخمة لأنه كمان عايزين نقول للعالم كله أنه هذه الانتخابات تتناسب مع صورة تلاتين ستة يعني مش عايزين نسبة مشاركة تؤدي إلى أنه فلان يفوز أو أنه النتيجة تعدي لا أعتقد بأنه حجم الحشود الشعبية يجب أن يتناسب مع فورة تلاتين ستة الأهم أنه هذه الفرصة الأخيرة لإقامة الدولة اللي عاوز دولة واللي مش عاوز يندم بعد كده على أنه يسأل نفسه وأنا مش عايش آمن ليه في بيتي وهو أنا الأحوال المعاشية والاقتصادية مش ماشية ليه مش ماشية ليه لأنك لم تتحمس وإنك الحياة تقعصت وتخزلت وتكسلت فبالتالي لا يجب أن نصل إلى هذه اللحظة تحمسه لأنه هذه الفرصة الأخيرة لإقامة الدولة بعدها ما فيش فرصة تانية لإقامة الدولة إلا بعد عدة سنوات وبالتالي الباحث عن الأمان الباحث عن دولة الباحث عن مؤسسات الباحث عن قانون والذين يبحثون عن تحسين الأوضاع المعاشية والاجتماعية وكمان اللي بيبحث عن الأمن والأمان كيف يمكن أن تكون أمنا في بيتك كيف يمكن أن تكون أمنا في الشارع في أي مكان علينا جميعا أن نتعامل مع الانتخابات هي كده هي كده يتبقى هذه الفرصة الأخيرة لإقامة الدولة لنضيع فرصة إقامة الدولة ونعيش في هذه المتاهات ولا تسأل بعد ذلك عن أمنك ولا عن احتياجاتك المعاشية والاقتصادية ولا عن دولة القانون والمؤسسات أعتقد أنه الذين يتحمسون لإقامة الدولة والذين يفهمون جيدا أن هذه هي الفرصة الأخيرة لإقامة الدولة هؤلاء هم الذين سيكونون الغلبة وأعتقد بأن الانتخابات يومي الاثنين والثلاثات ستشهدان على ذلك